على هامش الذكرى الأولى لتحريد مدينة عدن كانت الحكومة تتحدث للمرة الأولى عن الإشكاليات التي تعرقل وأداءها وتمنعها عن القيام بمهامها من العاصمة المؤقتة كما أن من الإنصاف القول أن السلطة المحلية الحالية لا تتحمل تبعات التراكمات التي أحدثت الأزمة الحكومة بعد انحصرت الانتقادات واتهمات الفشل حاولت القول من خلال بيانها أنها لا تزال تعمل جاهدة لإعادة تطبيع الحياة في مدينة كان يفترض أن تتحول إلى مركز لإدارة مؤسسات الدولة بعد تحريرها لكنها غرقت في فوضى الانفلات الأمن وانعدام الخدمات البيان أزاح ستارة أيضا عن بعض من أهم القضايا التي طالما شغلت بعد اليمنيين خلال الفترة الماضية وخصوصا تلك المتعلقة بسياسات الحكومة في الملف الاقتصادي ومواقف قوى الدولية من تلك السياسة هاجم البيان تلك المواقف معتبرا إياها سببا في اعتماد ما أسماه السياسة البلهاء والتي فرضت ما سمي بالهدنة الاقتصادية وهي السياسة التي مكنت الميليشيا من التحكم بالمخزون النقدي الوطني وموارد الدولة ومنعتها عن الحكومة بفعل ضغوط من قوى دولية أشار إليها البيان تحت اسم بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية هذا الموقف من القوى الدولية وبحسب البيان يسري أيضا على ملف بيع وتسويق النفط والذي أشرت الحكومة إلى أنها تواجه قيودا من قبل هذه القوى في بيقه وتمويل عملياتها في المناطق المحررة مما جعلها غير قادرة على مواجهة مخلفات الحرب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في تلك المناطق بعد عام من تحريرها بيان الحكومة المشارو إليه حذر مما يمكن أن تجر إليه السياسات الاقتصادية القائمة والتي يمكن أن تفضي إلى انعدام حاد في السيولة نتيجة استهلاك ما تبقى من نقد محلي وهو ما يمكن أن يفضي إلى كارثة اقتصادية تأتي على ما تبقى من مقومات حياة لليمنيين فيما تبقى الحكومة غير قادرة على التصرف نتجة للحصار الذي تعيشهم أساساتها المالية وعدم وفاء الداعمين الدوليين بالتزاماتهم نحوها